شهد الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي اجراءات استفاف عناصر قوات المظلات وذلك في اطار المتابعة الدورية لمستوى الاستعداد والتدريب القتالي لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة بحضور الفريق محمد فريد رئيس اركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة بدأت الاجراءات بكلمة قائد قوات المظلات اشار فيها الى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات المظلات لتؤدي مهامها بكفاءة واقتدار كما استعرض ابرز الانشطة والالتزامات التي يتم تنفيذها وما شهدته قوات المظلات في ليلة الاونة الاخيرة من تطوير وتحديث في المنظومات الادارية والفنية من اجل الارتقاء بالفرد المقاتل واستمع الفريق اول محمد زكي للتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي للقوات المصطفى والاجراءات المنفذة اثناء رفع درجات الاستعداد القتالي للقوات ونقل القائد العام لرجال المظلات تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرط من اجل رفعة شأن الوطن وحماية ترابه المقدس واكد الفريق اول محمد زكي ان مقاتل قوات المظلات هم احد اركان القدرة العسكرية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات وقام الفريق اول محمد زكي بالمرور على القوات المصطفى للاطمئنان على مدى جاهزياتها وقدراتها على تنفيذ كافة المهام التي توكل اليها والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للاسلحة والمعدات كما شاهد القائد العام عددا من الانشطة الجوية لمقاتل المظلات باستخدام معدة الدلتا اضافة الى تفقد عمود الهواء الجديد والذي يستخدم في تدريب القوات وصقل مهاراتهم على اعمال القفز الحر والسباحة الجوية اشتركوا في القناة